أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الطيار الكهربائي كما أفادت مصادر في قطاع غزة بانقطاع الكهرباء تماما عن مستشفى العودة شمال القطاع ومجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وحملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي وكافة الدول المواقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية